اهلا بكم الجديد في حسة مغاربية شهدت دينار الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا وغير مسبوك في التعاملات الرسمية البنكية وأكد خبراء اقتصاديون أن المؤشرات الأخيرة للعملة الجزائرية تمثل تعافيا تاريخيا للدينار الجزائري أمام العملات الرئيسية مسجلا خلال شهر سبتمبر ارتفاعا قياسيا ب12.5% أرجع الخبراء ارتفاع الدينار الجزائري إلى جملة من المعطيات المدينية أهمها حالة الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي وترشيد النفقات والواردات وتحسن الميزان التجاري وارتفاع مخزون احتياطي الصرف بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خاصة في قطاع الطاقة بداية من شهر سبتمبر الجاري حقق الدينار الجزائري قفزة نوعية مقابل العملات الأجنبية مرتفعا ب12.5% في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عقد من الزمن وفقا لبيانات رسمية نشرها البنك الجزائري تظهر كسب العملة الوطنية لستة دنانيرا مقارنة مع بداية العام الجديد بواقع 140.40 دينارا للدولار الواحد و140.41 دينارا مقابل اليورو تحسن يعود لجملة من الأسباب يعرفها الاقتصاد الجزائري يعددها الخبراء الصادرات خارج المحروقات في الجزائر ما يقارب 4 مليار دولار ويتوقع أنها سوف تصل إلى 7 مليار دولار تحسن وضعية ميزان المدفوعات الذي انتقل من حالة العجز إلى حالة الفائض في لال هذه السنة أيضا زيادة حصيلة الصادرات التي انتقلت إلى 50 مليار دولار زيادة أيضا احتياط الصرف الذي يتوقع أنه سوف يصل إلى 100 مليار دولار هذا الارتفاع الملموس في التعاملات الرسمية البنكية لا يظهر أثره في السوق الموازية التي تتحكم في الحصة الأكبر لصرف العمولات الأجنبية في انتظار اتخاذ قرارات صارمة تنعيش الدنار وترفع من قيمته قيمة الدينار في البنك وقيمة الدينار في السوق السوداء مختلفة ليست سنتيمات صغيرة ولكن أعتقد تقريبا بأكثر من 50% وهذا مشكل كبير جدا تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قال أنه سنحاول برفع قيمة الدينار هي ليست سهلة ولا يمكن أن تتحقق في يوم أو بيومين أو حتى في أشهر هي لسنوات لأن هذا ال�دينار الذي كان في انهيار متوالي منذ سنوات وخسرت العملة الجزائرية 50% من قيمتها في الفترة الممتدة بين 2014 و2018 جراء ترجع أسعار البترول وانخفاض احتياطي الصرف وأدى ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية بسبب تفاقم معدلة التضخم إلى ما يزيد عن 10% حسب إحصاءات غير رسمية ويشير الخبراء إلى أن تعافي الدينار سينعكس ميدانيا ليس بانخفاض أسعار السلع والخدمات وإنما باستقرارها دون زيادات كريم قندولي قناة الغد الجزائر نرحب مرة أخرى بالدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد الجامعة الجزائرية نرحب بك مجددا إذن قلنا ما سبب هذه القفزة للدينار الجزائري وكيف سينعكس ذلك على اقتصاد البلاد شكرا جزيلا وتحية سلام لك وللمشاهد الكريم دعيني أقول لك بأن هذا الارتفاع لم يكن بالمفاجئ بالنسبة للخبراء اقتصاديين والهيئات المالية الدولية التي قد قدمت تقارير على الاقتصاد الجزائري والطفرة النوعية في أسعار البرميل باعتبار الجزائر هي دولة نفطية أظن بأن هذا الارتفاع كان سابق لأواني عندما تكلم عليه في آخر تصريح لرئيس الجمهورية وذكر بأنه سيدعم قيمة الدنار وذلك بهدف كبح ما يسمى بمعدلات التدخم والقدرة الشرائية التي انهارت في الأشهر الآخرة للمجتمع الجزائري وفي الاقتصاد الجزائري فمن خلال هذا الهدف الأساسي وهو كبح معدلات التدخم استطاع البنك المركزي والكل يعلم بأن العملة الجزائرية في سعر الصرف يتكون من أن البنك المركزي مدار إداريا أو كما يقال معوم إداريا ولذلك أظن هو لا يتأثر بالسوق الحرة فأظن أن من خلال مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة لما اعتمدت في السنة الجارية على خمسين دولار ولكن نتكلم على أكثر من مئات دولار وهذا تجاوز على الأكثر ستة أو سبعة أشهر ولذلك أظن ارتفاع احتياط الصرف هو الذي جعل من تدعيم قيمة الدنار الهدف الأول هو رفع معدلات النمو وهو ما يتوقع من هنا إلى نهاية السنة أنه ينتقل معدل النمو في الجزائر من 2.5% إلى حوالي 3.6% وسيدوم هذا في سنة 2023 أظن أن الدنار الجزائري ربح أكثر من 2.5% من النقاط بعدما خسر في السنة الماضية أكثر من 5 نقاط ولذلك كنا نتكلم على 160 دينار مقابل الواحد دولار والآن بهذا الدعم المباشر من البنك المركزي للعملة الوطنية نتكلم اليوم على 140 دينار مقابل واحد دولار وهذا ما يتنبأ به الخبراء أن من هنا إلى نهاية السنة ممكن أننا نتكلم أن نتوقع إلى 136 دولار فهو ارتفاع في قيمة الدنار متكالي نظر المدخين بالعملة الصعبة للجزائر بناء على العقود التي ربما أبرمت مع إيطاليا ومع فرنسا خاصة فيما يخص الغاز نظرا لأسعاره المرتفعة ومراجعة هذه الأسعار أظن بأن هذا هو السبب الأساسي والأولي لكن أهدافه الاقتصادية هو أن البنك المركزي ممكن له أن يضخ أموال أو سيولة لإنعاش الاقتصاد الجزائري ومن ثم على الأقل المحفظة على معدلات التدخم التي يتوقع البنك المركزي أنها لا تتجاوز 9% على أساس أننا نتكلم بأن متوسط معدلات التدخم على مستوى مختلف الدول تجاوز 12% إذن هنا المحافظة على القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد الجزائري وربما خلق حركة اقتصادية خاصة على المستوى القريب وممكن جدا أن الجزائر في سنة 2023 إذا تواصلت الأسعار بالنسبة للنفط التي تتجاوز 100 دولار ممكن أن معدلات التدخم تنزل إلى غاية 7% وهو مؤشر إيجابي إذا ما قرنت بالدول الأخرى كذلك بالإضافة أنه سيؤثر على الأسعار الدكتور حميد علوان لا يسمعني شكرا جزيلا على كل حال وتمت الإجابة على جميع تساؤلاتي الدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية أشكرك جزيل الشكر وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المشاهدة نلقاكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر